اشتركوا في القناة بداية من المأساة اللي هزت إيران بمقتل رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وأكيد الطائم اللي كان مهروض على الطائرة اليوم كيف تصنف ما حدث؟ حادث اللي صار مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدعو إلى التساؤل حول الظروف اللي حصل فيها هناك عدة احتمالات تم الحديث عنها بموضوع الحادث أول شي تم ربط الحادث هل هناك محاولة إسرائيلية لاغتياله تاني شغلي هل هو حادث قضاء وقدر تالت احتمال كان هل هو هناك هل هو حادث ضمن إطار الصراع داخل القيادات الإيرانية الصراع على السلطة في معركة صراع السلطة في معركة وراسة أو الحلول محل المرشد أحليخ أميني بأخر شي يعني طلع التحقيق اليوم طالع تحقيق من قيادة الجيش الإيراني تحقيق كما نشر لا يرقى إلى مستوى التحقيقي قضية أو في حادث بهذا الحجم ومن هذا النوع خاصة أنه يتعلق برئيس الجمهورية وليس بأي شخص عادي وبطائرة عادي تحقيق أولي وهنا بقوله في أنه لم يتم ملاحظة أي طلقات نارية على جسم الطائرة حددت لما بطلع التحقيق بحدد شغل تانية حدد أنه ما في طلقات نارية تاني شيء أنه الطائرة استضمت بمرتفع واشتعلت فيها نيران تالت شيء أنه الطائرة كانت على تواصل مع الطائرتين اللي كانوا معها قبل دي أو نص من حصول الحادثين إذا كان فعلاً صار فيه تواصل قبل دي أو نص لماذا استغلقت عملية البحث عن الرئيس 12 ساعة أو 13 ساعة لليوم التالي بما أنه كمان التقرير بيقول أنه كان فيه محافظة على مسار الطيراني اللي كان محدد للتيارة إذا كان هناك محافظة على هذا المسار لماذا فقدت الطائرة ولماذا تم البحث عن الرئيس اليوم تعتقد أنه هيدا الحادث تمنى قضاء وقدر اليوم بترجح الفراضيتين البيئي يعني هو التعاطي مع الحادث ببععد نظرية القضاء والقدر هل هناك احتمال أن يكون بإطار الصراع على النفوذ أو على الدور السياسي داخل إيران أم عملية إسرائيلية يعني هون إذا صار فيه تحقيق جدي برجع بوضح السورة ولكن إذا لم يحصل تحقيق من وصلحة إيران أن يبقى ضمن إطار القضاء والقدر وحتى لو كانت إسرائيل لها علاقة بهذا الموضوع من مصلحتها أن لا تعلن عن هذا الأمر وأن يبقى الحادث لمن قضاء مع أني أشك أن تكون إسرائيل هي التي قامت بهذه العملية لأن الشخص الرئيس الإيراني بالنسبة لإسرائيل لا يشكل شخصا محوريا وهو ليس قاسم سليماني وهو ليس فقر زادة النووي المسؤول بالبرنامج النووي الإيراني وهو ليس صادق مسؤول الحرس السوري الذي اغتلته في القنصلية الإيرانية في دمشق إسرائيل إذا بدأت نقي أهداف تنقي أهداف من هذا النوع يعني تغيير رئيسي بإيران لا يغير شيئا لو أنت قارب يعني لفرضية أنه صراع على السلطة وأنه يعني ما في يجزم هذا الإطار حسب التحليلات اللي عم تنعطى بوراست خامن إيه نظرية أقرب ولكن هذا يحتاج إلى تدقيق وإلى تحقيق والتحقيق أعتقد لن يحصل وستبقى العملية محصورة ضمن نطاق حادث القضاء والقدر إلا إذا رجع صراعي التحليلات بعدين مش بإيران من عالم الغربي أو الصحاق الأجنبي تتحدث عن موضوع الصراع بشكل مفصل أكتر وتحدد المسئوليات وتروي تفاصيل ربما عن هذا الحادث أن اليوم تتوع أنه هذا الحادث يظل لغز وعم تقولي أنه إيران لن تكشف عن الحقيقة الكاملة يمكن ما بدأ تكشف الحقيقة هي تظل الحقيقة لإيطاريا اللي عم نحكي عنه كقضاء وقدر إنه هذا بريح إيران بغطي على الصراع إذا كان هناك صراع على السلطة داخل إيران ويغطي على العملية إذا كانت هناك عملية إسرائيلية لأنه في حال كان هناك عملية إسرائيلية تستهدف الرئيس فإن إيران عليها أن ترد وهل إيران هاليوم جاهزة لرد على الطريقة التي حصلت قبل شهر تقريباً شو بتتوقع؟ اللي بتتوقع يروح حالياً جاهزة؟ لاست جاهزة لن تجازف بمغامرة من هذا النوع لاست من مصلحاتي أن تعلم أن إسرائيل مسؤولة لأن هذا الإعلان يجب أن يقترن بتحقيق جدي لإثبات ذلك وهذا خرق كبير لا يمكن أن تتحمله حتى إيران إنه ليس رئيس الجمهورية وليس العالم النووي أو ليس أي مسؤول آخر في الدولة الإيرانية إذا كانت إسرائيل قادرة أن تتحكم بمسار الأمور داخل إيران وأن تتوصل إلى اغتيال رئيس الجمهورية فهذا يعني أن إسرائيل قادرة على إحداث تغييرات أخرى داخل إيران وليست إيران قادرة على الكشف عنها لن تتجرأ إيران هذا باختصار لن تتجرأ أعتقد أنها لن تجرأ وحتى لو صدرت معلومات من إسرائيل تذهب في تأكيد مثل هذا الخيار أعتقد أن إيران ستكون مضطرة إلى نفي مثل هذا الأمر هناك أوساط دوليات تتخوف من ارتفاع وطيرة التصعيد على أكثر من جبهة بعد الانتهاء من مراسم العذاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبالتزامن يتم التداول بأن الحرس الثوري الإيراني دعا حماس والجهاد وحزب الله والحوثيين والفصائل العراقية للتصعيد حتى تحقيق النصر في غزة وذلك بعد اجتماع الفصائل في غزة هل نحن على مقربة من تصعيد كبير على أكثر من جبهة وفي كل الجبهات؟ التصعيد حاصل بغض النظر عن مقتل الرئيس الإيراني أم لا ليس التصعيد مرتبطا بهذا الحادث بالضبط تصعيد موجود ضمن استراتيجية الإيرانية للتعاطي مع الوضع المتفجر في المنطقة منذ عملية طوفان الأخصى ولكن ما حصل على هامش تشيئني اجتماع الفصائل التي تعتبرها إيران هي المكونة لمجموعة الساحات ولوحدة الساحات التي تحكي عنها أو التي تريد هي أن تجمعها وتضعها تحت إطار استراتيجياتها هذا الاجتماع تحدث عن النصر لأعتقد أن هذا النصر يمكن أن يتحقق بهذه السهولة يعني عم يحكو عن النصر بغزة والعملية الإسرائيلية عم تقرب من رفح يعني آخر مواقع حماس داخل قطاع غزة ويتم مناشدة الأمم من العالم كله لتحقيق وقف اطلاق النار يعني ما يجب التوقف عنده في هذا الأمر بالذات أن هذا المشهد يمكن أن يوحي بجامعة الساحات الإيرانية مقابل جامعة الدول العربية يعني ومشهد القمة العربية التي كان في قمة البحرين يعني القمة العربية دعت إلى اتفاق إلى سلام دعت إلى حل الدولتين دعت إلى استراتيجية مختلفة بينما إيران تذهب في الاتجاه الآخر ولكن هل ستستطيع أن تؤكد قدرتها على الاستمرار في هذا الاتجاه هنا تكمن المشكلة والتحدي الذي تواجهه إيران أعتقد أن المشهد اللي شفناه يعني خيري على هامش التشيئة هو تعويض عن النكسة التي حصلت بمقتل الرئيس إرهيم رئيسي ولكن هيدا الكلام بيأكد أن رح نحن قدمين لتصعيد بالأيام المقبلة لا التصعيد الآن يتوقف على ما تريد أن تفعله إسرائيل في رفح يعني هل ستستمر في عملية رفح البرية أم لا يعني هذا يشكل تحدياً لإيران ويشكل تحدياً لحزب الله في لبنان لأن مسألة الجبهة في الجنوب لبنان مرتبطة بالجبهة في قطاع غزة يعني ليش؟ لأنه إذا كانت رفح تشكل آخر موقع تستطيع أن تقاوم من خلاله حركة حماس وإذا كانت عملية رفح يمكن أن تؤدي إلى نصر كامل لإسرائيل في قطاع غزة ماذا يستطيع حزب الله أن يفعل في لبنان؟ هل ينتظر إسرائيل لكي تكمل عملية رفح بكي يصاعد في الجنوب أم يبدأ بالتصعير قبل أن تبدأ وخلال قيام إسرائيل باستكمال عملية رفح يعني هذا التحدي بالنسبة إلى حزب الله يعني لي لأنه إذا إسرائيل كملت عملية رفح وانتهت أنهت الوضع عسكرياً بمنطقة غزة تصبح الحرب الذي يشنها حزب الله في جنوب لبنان والتي تسمى حرب المشاغلة من دون أفق يعني شو بده يضل يعمل إذا بقية الحرب حرب مشاغلة وحرب مواقع مثل ما عم بصير هلأ شو بدل عنده هدف من خلال هيد الحرب يعني هل الحزب يريد أن يصاعد لمنع إسرائيل من استكمال عملية رفح أم يريد أن يظل وضع كما هو عليه بانتظار أن يتم توصل إلى وقت إطلاق نار معين مثلاً لا تريد إسرائيل أن تطبقه الآن في رفح يعني هذا التحدي بالنسبة إلى حزب الله وبنسبة إلى إيران بس حتى يعني إتهزات الإسرائيلية بتقول أنه بعد الانتهاء من رفح تبدأ في لبنان تبدأ المعركة الفعالية في لبنان ما هون يعني هل ينتظر الحزب أنه إسرائيل تكمل معركة رفح لحتى تتفرغ للحرب في لبنان ولا يشن حرب مشاغلة أوسع يعني يوسع نطاق الحرب لمنع إسرائيل من القيام بعمليات رفح يعني هل يلجأ هو إلى شن الحرب الشاملة قبل أن تلجأ إله إسرائيل يعني هذا هو السؤال الذي يمكن أن نطرح الآن الحزب الله ولا أعتقد حتى لأن حزب الله لديه إجابة عليه لأنه ينتظر تطور العملية العسكرية الإسرائيلية في منطقة رفح لأنه هاي العملية كمان بالتوازي عم تصير مع استقناف عملية تفاوض حول الأسرة يعني فيه وقت ممكن يكون بعد مستقطع لاتخاذ القرار رح إرجاء أحكي على لبنان وعلى الحرب بلبنان وعلى الجبهة الجنوبية ولكن بدأت توقف شوي على الحرب بغزة بما أنه مصير لبنان مرتبط بمصير غزة مثل ما بقول أمينة عن حزب الله سيد حسن نصر الله إن اليوم المعارك بغزة عم نذكرنا شوي ببداية المعركة وعم نشوف إنه حركة حماس فاجأت إسرائيل بعودة نشاطها العسكري للمناطقية اللي كانت إسرائيل قالت إنه هي احتلتها مثل مخيم جباليا أو بيت حنون اليوم شو بيعني هيدا التطور هل بيعني إنه حماس لازالت صامدة وهيدا فشل لإسرائيل مش ضعف للجيش الإسرائيلي بقدر ما هو قدرة حماس على إعادة خلق بعض المجموعات ضمن المناطق اللي اعتبرت إسرائيل إنه قضت فيها على حركة حماس هذا لا يمكن أن يؤدي إلى استعادة التوازن العسكري في كتاع غزة حركة حماس كانت مسايطرة على كل كتاع غزة لما بلشت العملية العسكرية الإسرائيلية تدرجت من الشمال إلى الوسط حلا في منطقة الأساسية اللي بعدها موجودة برفح رفح تعتبر منطقة ساقطة عسكرياً وإلا لشوك لها الصريخ المطالبة بواقف إطلاق النار بمنطقة رفح ومنع إسرائيل من الدخول إلى رفح عسكرياً وإنهاء الوضع برفح لذلك إن قدرة حماس على استحداث أو على إعادة إحياء بعض الجيوب أو بعض المجموعات المقاومة في مخيم جباليا في بعض المقاومات في شمال وفي بيت حنون أيضاً بعض المقاومات لا يشكل تغيير بالميزان العسكري لأن الوضع العسكري تقريباً محسوم إسرائيل لم تبدأ بالحرب بغزة ما اعتبرت أنه في عملية حسم على طريقة حرب 1967 أو حرب 1973 وحرب بغزة لديها استراتيجيات مختلفة لأنه تطم بمناطق سكينية كسيفة وبمناطق محصورة جغرافياً وبالتالي إسرائيل تريد أن تقوم بالمعركة بأقل قدر هي بتعتبر أنه هذا أقل قدر من الخسائر مع أنه حجم الخسائر الكثير في الخسائر البشرية يعني بالفلسطينية بين غزة والمدنيين بالنسبة لرفح هل سيكون لنتنياهو القدرة على الشياح رفح فعلياً أو إذا بدأت أسأل السؤال بطريقة تانية اليوم إسرائيل منهكة؟ اللي عم تتجنب يعني يصير برفح هو عدم إقاعم الكثير يعني عدد كبير من القتلة بين الصفوف المدنيين يعني هو شيء اللي صار يزال إلى ثلاثة شهر تقريباً معارك متوقف بانتظار أنه الإسرائيل عم بقولوا بالنفوط على رفح إنسان فيه تدخل أمريكي بهذا الموضوع لمنع إسرائيل من الشياح رفح وعن شروع إسرائيلي لنقل اللاجئين الفلسطينيين من شمال وبسط رفح إلى منطقة رفح لنقلهم إلى مناطق أخرى لإفراغ رفح من السكان المدنيين للقيام بالعملية العسكرية يعني إذا نجحت هل هناك دعم أمريكي لأسرائيل؟ يعني فيه دعم بل فيه دعم الأمريكيين عملوا الميناء البحري لإرسال المساعدات إرسال المساعدات إلى الشاطئ غزة يهدف إلى نقل الفلسطينيين من رفح إلى الشاطئ يعني إبعادهم عن مسرح العمليات العسكرية الأمريكيين عم بقولوا الأسرائيلي يعني بكتعملوا العملية بس ميروح كثير من الأطلاء وعملوا نحن بنعمل حالنا مش شايفين يعني أنه بكتعملوا العملية بس ما تقتلوا ناس كثير يعني هذا الموقف الأمريكي يعني بتأيدي أعلنوا أكتر من مرة أن وقف إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل ولكن بذلك لوقت رجعوا أرسلوا شحنات يعني بتأيدي سيد حسن نصر الله وأتقال أنه هو المسرحيات وأنه أمريكا ستقف دائما إلى جانب إسرائيل هذا الشيء واضح إذا ما بده تأكيد هذا كلام سيد حسن سيد حسن إذا عارف هذا الوضع ويتعاطى معه على هذا الأساسيزم كمان يدرك أنه المعركة أكبر بكتير من القدرات حزب الله طالما أنه أمريكيين وقفين خالف إسرائيل كما وهن وقفين بإطاع غزة خالف إسرائيل ممكن كمان يقفوا بورا إسرائيل إذا شنت حرب على جنوب لبنان إن هذا الأمر يجب أن يدخل أيضا بحسابات حزب الله ولا أعتقد أن الحزب غافل عن هذا الموضوع ولكن هلأ كل التصرحات الأمريكية ما بدل أنه أمريكا لا توريد توسع الحرب في لبنان؟ أمريكا تحاول أن تجد تسويات بالطرق الديبلوماسية ولكن إذا فشلت التسويات بالطرق الديبلوماسية هل تستطيع منع الحرب؟ لا أعتقد أنها تستطيع منع الحرب هناك واقع إسرائيلي هل تستطيع أن تردع إسرائيل؟ الشيء اللي صار برفح دليل على ذلك هناك قرار إسرائيلي بإزالة الخطر الذي تمثله حركة حماس بإطاع غزة وإزالة الخطر الذي يمثله حزب الله في جنوب لبنان بعد عملية سبعة تشرين التعاطي الإسرائيلي مع الخطر صار هاجسا كبيرا بالنسبة إلى إسرائيل لا يمكن إسرائيل أن تتهاون في مسألة الأمن بعد عملية سبعة تشرين ولذلك ما فعلته في غزة تريد أن تطبقه في لبنان من دون حرب إنه اللي عندهم يقولون الإسرائيلية هلأ شوفوا شو صار بغزة أحسن ما يصير عندكم بلبنان ولكن حركة حماس لم تستسلم بغزة وقاتلت ولا تزال تقاتل وحزب الله لن يستسلم أو لن يسلم سلاحه ولن يسلم بالهزيمة قبل أن تقع الحرب إنه يريد أن يحقق إنجازات أو يريد أن تتوقف الحرب في غزة حتى تتوقف في لبنان ويحافظ على وضعه وسلاحه كما هو لكن هل ينجح بذلك أم لا؟ هذا الأمر يتعلق بتقدم المفاوضات يعني الأمريكان يحاولون إسرائيل تحاول أن تقول دائما أنها لديها خطط وانبارح كان نتانياهو بمنطقة إشمالية بأصير وحكى عن مهلي تتعلق بأول أيلول لعودة المستوطنين أو سكان البلدات المستوطنات الإسرائيلية في الشمال ولكن الأمريكان عم بحاولوا مع إيران يعني مش عم بحاولوا مع حزب الله بلبنان بشكل غير مباشر ويحاولوا من خلال التسلات المباشرة مع إيران لخلق نوع من التسوية السياسية تستطيع من خلالها إيران أن تضمن توقف الحرب في الجلوب من خلال الموني على حزب الله للتوقف عن قيام بمثل هذه العمليات التي تحصل اليوم الجميع يسأل نحن أقرب للتسوية أو للحرب الشاملة في لبنان هنا هني مشين مع بعض بقدر ما بتشوفي أنه الأمور رايحة نحو الحرب بقدر ما بتشوفي أنه كمان في انتصالات لإنهاء الحرب عن طريق تسوية سياسية مش تسوية سلمية الأمريكان والإيرانيين الأمريكان عم بخدوا مفاوضات إذا بدك على ثلاث مستويات تشوفهم على مستوى العلاقة مع إيران لمنع تمدد على الحرب وهي عملية بلشت من 7 أكتوبر لما أرسلوا حاملات الطائرات وفهموا إيران أن الحرب محصورة بغزة لا تحاولوا أن توسعوا الحرب أكتر من غزة وأي رد من إيران أو تدخل من إيران في هذه الحرب سيعني رداً على إيران إيران تزمت بهذا الأمر الأمر الثاني اللي عم يعملوا الأمريكان هو الضغط على إسرائيل لكي تبقى الحرب ضمن أطر ضمن سقف محدد يعني محصورة بإيطاع غزة تخفيف الأضرار على المدنيين تحديد الحرب القضاء على حركة حماس وإطلاق سراح الأسرة والمعتقلين الإسرائيليين لدى حركة حماس والفصائل الأخرى المستوى الثالث اللي عم يتحرك عليه الأمريكان هو مع السعودية ومع الدول العربية الأخرى يعني مع السعودية نحكي عن عملية تطبيع ونحكي عن سقف تداعه السعودية المملكة العربية السعودية اللي حتى تمشي بموضوع التسويق أو التطبيع مع إسرائيل هو تكريس حل الدولتين واعتراف واضح وصريح بأن الفلسطينيين لهم الحق بأن تكون لهم دولة هل تتوازى الاتصالات الأمريكية على المستويات السلاسة للوصول لمسل هذا الحل لإيقاف الحرب هنا تكمن المشكلة يعني هون تشوف إذا السباق سيكون للحل العسكري أو للحل السياسي إذا لم تحصل نتائج على المستوى السياسي أعتقد أن الحل العسكري يمكن أن يكون هو الخيار البديل إذا تجهنا للخيار العسكري مين برأك لحيكون المنتصر بحسب الميدان هلأ ما في منتصر ما في منتصر واضح وأكيد بس بالنسبة للتوازن القوى ستكون الحرب مكلفة حزب الله يقول أنه عنده قدرة تدميرية كبرى لإحداث تدمير كبيرة داخل إسرائيل وأسرائيل تقول أنه لديها القدرة على القضاء على حزب الله هو إعادة لبنان إلى الحصر الحجري يمكن وخمسين عاما إلى الوراء وتشوف عم بتقول أنه أرنو شو عم بيصير بغزة وشو ممكن يصير عندكم بلبنان بالنسبة للتوازن إلى القدرات العسكرية إسرائيلية لها قدرات كبيرة إذا لم يحصل تدخل دولي لوقف الحرب أو إذا لم تحصل تطورات على الأرض أدت إلى خسائر كبرى لدى الجيش الإسرائيلي أعتقد أن المسألة كما حسمت إسرائيل في غزة تستطيع أن تحسم في لبنان ولو كانت الكلفة أكبر مما تتكبده اليوم في حرب غزة بس اليوم إسرائيل لم تحسم في غزة هذا الشي اللي لازم نعرفه أنه إسرائيل محققت ولا هدف من أهدافهم من بداية 7 أكتوبر قالت إسرائيل أنه عنده أهداف الهدف المهائي اللي حططته إسرائيل هي إطلاق الأسرة والمختطفين والقضاء على حركة حماس اليوم حركة حماس تقاتل المواجهة الأخيرة هي المواجهة اللي ممكن تصير برفع هل تقوم إسرائيل بهذه الخطوة الأخيرة أم لا هنا يقف الموضوع ما يمنع إسرائيل عن القيام بهذه العملية ليس عدم قدرتها على الحسن واللي هو انتظار تطورات أو الاتصالات لشوفوا إذا بيقدروا يعملوا حال سياسي إذا بيقدروا يطلق الحماس تطلق الأسرة قبل انتهاء قبل انتهاء معركة رفح لأيش لأنه إسرائيل إذا دخلت على رفح حسكريا يمكن أن تكون هذه الخطوة مقدمة للقضاء على الأسرة والمعتقلين كيف بلس خلطهم ممكن يقتلون حركة حماس هذه الورقة موجودة بعدها لدى حركة حماس حركة حماس تعتبر أنه ممكن تفاوض على هالورقة لتأخير الدخول الإسرائيلي إلى منطقة رفح وبالتالي هل تذهب للحصول يعني هل تريد الحصول على ضمانات من أجل بقائها في السلطة وفي قطاع غزة مقابل هذه الورقة المتمثلة بالأسرة والمعتقلين إسرائيل لا تريد أن تعطي هذه الورقة لحماس منشان هيك حماس تقدم التنازل بالفترة الأخيرة بموضوع المفاوضات يعني بعدما كانت رافضة إطلاق الأسرة وبعدما كانت رافضة الشروط الإسرائيلية لما هدد نتنياهو بأنه حددوا موعد للدخول إلى رفح وفيته على المعبر رفح سارعت حركة حماس وقعنت أنها تقبل بالشروط ولكن إسرائيل تراجع ولكن هلأ إسرائيل بعتت وفد للقاهي وهو التفاوض يعني تم قبل عملية رفح عملية رفح تستعمل لتهديد حركة حماس هل تؤدي إلى قبول حركة حماس بإطلاق صراحة المعتقلين أم لا إن هذا هو الموضوع بدأت توقف على اعتراف بعض الدول الأوروبية مثل إيرلندا والنروج وإسبانيا بدولة فلسطين شو يعني هيدا التحول يعني ما هو التحول كتير كبير على المستوى الدولي هذا الاعتراف معنوي لا يؤدي إلى إيجاد دولة فلسطينية إيجاد دولة فلسطينية يتم من خلال مقوضات التي تديرها واشنطن اليوم من خلال مساهمة الدول العربية في هذا الحال لا يمكن أن ينتج حل القضية الفلسطينية خارج إطار الدول العربية وتحديدا بالنسبة إلى خطاع غزة اليوم التالي الذي يحكي عنه في كتاع غزة من يدير كتاع غزة بعد الحرب عندما تنتهي الحرب تبقى حماس أم تدخل منظمة التحرير أم تدخل قوات دولية مع قوات عربية حل الدولتين لا يمكن أن يأتي من خلال اعتراف عدد معين من الدول لأنه هناك دولة فلسطينية هذا تحصيل حاصل يكون الاتفاق سياسي شامل يعيد رسم خريطة المنطقة على هذا الأساس بس بالفترة السابعة وقبل 7 أكتوبر ما كان ولا دولة أوروبية بتعترف بدولة فلسطينية؟ ما كان الموضوع ما تروح بهالحدة يعني اليوم وضع المعارق على الأرض ومشاهد الدمار ومشاهد الأطفال يؤدي إلى تعاطف حصل تعاطف مع القضية الفلسطينية ممكن مش مع حركة حماس يعني مع المدنيين الفلسطينيين مش مع حركة حماس يعني مع القضية الفلسطينية مش مع حركة حماس يعني العالم يريد يعني لما بيعترف بحال دولة فلسطينية مش ماناتها عام بيأكد أنه هو مع حركة حماس بي reservation إسرائيل بتقول أنه هذه مكافأة حركة حماس وقتا نقول أنه دولة فلسطينية مش مكافة أكيد لحركة حماس هنا ما عم يعتبروا أنه عم يعترفوا بدولة فلسطينية تقودوا حركة حماس هنا عم يعترفوا بدولة فلسطينية خولة فلسطينية بالمطلق مازال عم نحكي على اليوم التالي وحكيتنا عنه اليوم الجميع متخوف في لبنان عن اليوم التالي بعد انتهاء الحرب كيف سيتصرف الحزب في الداخل اللبناني أو تصاح القول كيف سيؤرش الحزب نتائج الحرب الداخل اللبناني. يعني حسب عم تحكي عن انتهاء الحرب بغزة ولا انتهاء الحرب بغزة وبجنوب لبنان. مش الحزب رابط معركة غزة بجنوب لبنان. بس بعد المعركة ما بلشت بلبنان يعني تقريبا الحرب المشاغلية اللي عم تصير. قفنا نعتبرها انه حربي. هلا اذا انتهت على هيدا المستوى. والدمار بالجنوب ما فيه نعتبره حربي. ما انه حربي. هيدا حرب مواقع صارت حرب اصوف علي وبقصف عليك. بتدمر لك دب بيبي بتدمر لي موقع. بتدمر لي شخص ببقص في بيت. يعني هيدا ما انه مستوى عمليات متحركة عسكرية. يعني ما فيه هجوم مقابل هجوم. ما فيه دفاع مقابل هجوم. يعني بعضها عمليات انتقائية عم بتصير. يعني بعضها عمليات يومية فيها. عمليات يومية فيها. عمليات يومية ولكن بعضها ضمن قواعد الاشتباكة اللي كان مأكد علي حزب الله قبل 7 اكتوبر 27 ولكنت مأكد علي اسرائيل قبل 27 يعني بعد ما تخطيتين. لاش بنحكي عن الحرب. تطوروها الى حرب شاملة. ما تخطي قواعد الاشتباك من الجانب الاسرائيلي وتكون اسرائيل عم تقصف المدنيين وعم تقصف الاطفال والنساء. بجنوب لبناني ما صار فيه استهداف للاطفال والنساء بهذا الحجم يعني صار فيه آآ دحايا. ولا الصحافيين ايضا. اوكي بس منه بحجم استهداف شامل يعني بعدها ضمن ايطار يعني ازا بتحسي ازا بترجع بتراجع الاهداف العسكرية اللي انقصفت يعني كانوا هول المدنيين او الصحافيين من ضمن آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� لم يكنوا هن الاهداف الاساسية يعني بعدها اصيل عم تنقل اهداف طبعا وحزب الله كمان يعني يعني حزب الله حتى بعملية الرد يعني ما عم يتقصد الرد على اهداف مدنية كتير اسرائيلية عم نقصف سكنات عم نقصف مواعي عم نقصف مراقل اتصالات يعني عم بيحدد المواعي اللي عم يقصفها كمان هو ما بده تتطور الحرب الى حرب شاملة ما بده يعطي حجي اكبر الى اسرائيل من اجل تطوير هذه الحرب الى حرب شاملة حتى عن قدرة التدميرية حتى عندها صغيرة اكبر من قدرة التدميرية عند حزب الله يعني الحزب عم يتصرف بحكم الحزب اذا بدك تطرعي هيدا الموضوع عم يحكي عن انتصار هلا قبل ما تخلص الحرب وببطيلي هناك احاديث كثيرة طلعت عن محيطين بالحزب وحط عن شخصيات داخل الحزب انه الانتصار يلي راح يصير او يلي صار لحد هلا لازم يتقرش بالوضع الداخلي كيف ممكن يتقرش بالوضع الداخلي؟ هيدا استغالة يعني بعض المعارضة يلي بعدها هلا عم تحكي ضد حزب الله يعني شو بيعملوا معركة ضدها يعني بالداخل بيهجموا عسكريا على معراب مثلا او على بات الكتائب الصيفي او شو بيعملوا مثلا في معارضة شعبية اكثر من معارضة سياسية للحرب دائرة الان في الجنوب يعني حتى الطيار الوطني الحر ضد الحرب اللي عن يعمل حزب الله لدعم غزة يعني بيعتبر يعتبر ان الحرب هذه لا تخص لبنان انه هو من الحلفاء المفترضين لحزب الله مثلا ماذا يريد ماذا يستطيع ان يفعل حزب الله هل يستطيع ان يفرض انتخاب رئيس جمهورية موالي له يعني سلمان فرنجيه الكدرة لديه على فرد مثل هذا الانتخاب لا تزال محدودة يعني لو قدر يفرض وكان فرد وقبل ما تنتهي الحرب يعني ما كان تزال انتهاء الحرب بطيلي صرف مفاعل الحرب قبل ان تنتهي الحرب هو لا يزال ضمن الإطار النظري يعني انت واحد عم استاد عم بيبيع السمت بالبحر الحزب البعض يعني بيقول ان الحزب يريد المكتسبات قبل انتهاء الحرب او ضمانة قبل انتهاء الحرب في لفنان تحديدا بده ضمانة لقاله يعني هو بديوا يعطي ضمانات للحالمي المطلوب منه اليوم تنازلات بموضوع الامن بالجنوب والوقف الحربي المقترحات اللي يحملوها الفرنسوية او المقترحات اللي كان يحملها امو سوكشتاين تتعلق بوقف الحربي اذا حزب الله بده وافق على هاي المقترحات هي لان ليست مجرد مقترحات لوقف الكتال او لوقف اطلاق النار هي تصل الى حد الى مستوى اتفاق هدنة وهدنة غير معلنة يعني هدنة تكون حتى هدنة نهائية يعني هل يستطيع الحزب ان يقدم مثل هذه الدمانة لم يصل اذا مثل هذا الوضع بعد يعني يريد حتى يوصل الحزب الى مثل هذا الامر ان يسلم بمثل هذا الامر وان يسلم بان لا تحصل عمليات من قبله ضد اسرائيل وبالتالي ان يسهل حوضة الاسرائيليين الى شمال الاسرائيل هذا الامر يستطيع ان يتعرض الحزب لنكسة امنية او عسكرية كبيرة بالمرحلة المعينة او يستطيع ان تتعهد ايران للولايات المتحدة الامريكية بان تلزم الحزب بمثل هذا الاتجاه ولكن هذا الاتجاه يعني عمليا ردع الحزب او تسليم الحزب بان المستقبل للحل العسكر ينم يعد مطروحا وبالتالي كيف يستطيع ان يستعمل سلاحه في الداخل يعني الصواريخ والمجنحات والطائرات المسيرة والصواريخ المعينة المدى ما بقى بده عنده هدف استراتيجي يستعملها ضد اسرائيل واذا اعتبر انه المعركة ضد اسرائيل وقفت عند هذا الحد انه هاضي السلاح يلي عنده شو بدي يعني فيه وين بيستعمله بعدين باركة اشارت انه لا يريد ان يسلم السلاح اذا ما سلمه اذا بقي معه السلاح بالدقويات يعني ووقفة الحرب بجنوب واعتبر اني صار وقف الحرب قرار عند الحزب وعند ايران طب انا اذا بدي احكي على المعارضة بلبنان اليوم بيقولوا انه الحزب بيستقوي بسلاحه وبيهددنه بسلاحه صح ولا لا صح ليش بس بسلاحه لانه الحزب قدر من خلال السلاح ان يفرد معادلات داخلية كيف فرد هالمعادلات الداخلية قدر يسيطر على الطائف الشيعية وقدر من خلال مونتو او من خلال حلقته مع رئيس نبيه بري او مع حركة امل وتكوين السناء الشيعي ان يفرد اجنداته السياسية على الواقع الداخلي يعني اليوم ازم حزب الله لا يمنع انتخاب رئيس الجمهورية فقط في لبنان حزب الله يمنع قيام نظام سياسي يعني يتحكم بمسألة انتخاب الرئيس يتحكم بمسألة تشكيل الحكومات يتحكم بمسألة اختيار الوزارات يتحكم بمسألة الامن بالداخل يعني اخر مشهد يلي صار بالضاحية كان دليل على الواقع الذي تعيشه المناطق اللبنانية يعني التي تختلف طريقة طعاة الدولة معها في موضوع الامن يصورة الحج وفق صفا مع ضباط الامن الداخلي بالضاحية الجنوبية كانت معبرة يعني على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الالام يعني كيف هي حق لضباط من قوة الامن الداخلي ان يجتمعوا بمسألة الامن طبع حزب الله وان يصدر وزير الداخلية او يصدر بلاغ عن وزير الداخلية بعد ساعات يقول ان الخطة الامنية مستمرة في الضاحية ولكن كانت تتطور او كانت تطبق بطرق مختلفة هيدا الامر شو بيعني؟ يعني هذا بيعني انه مما سطلة حزب الله على الدولة ليست على مستوى السياسي بس على مستوى الامني وتترجم امنيا وسياسيا يعني اليوم لو لم يكن حزب الله مصلحا بهذا الشكل ولو لم يكن منفزا للعمليات او يسمي نفسه المقاومة الاسلامية ضد اسرائيلي لما كان حزية بهذه القدرة على التأثير في الداخل بحجة الحرب ضد اسرائيل نقمع الاطراف الاخرى في الداخل ونعطي لنفسنا كحزب الله حجة الاحتفاظ بسلاحنا وحجة البقاء كقوة رئيسية مقررة في الحياة السياسية ومقررة في الحياة الامنية والعسكرية هيدا شي اللي متخوف منه المعارضة؟ معارضة عليها أن تواجه يعني كيف لا تواجه؟ لن تواجه بالسلاح تواجه على المستوى السياسي تواجه بأن تكون لديها قدرة على تنزيم نفسها أكتر مما هو حاصل اليوم وعدم الوقوف عند بعض الخلافات الجانبية داخل المعارضة تستطيع المعارضة من خلال العمل السياسي أن تحقق إنجازات كبيرة يعني هذا حصل مثلا بـ 14 أدار 14 أدار لم تكن عملية عسكرية نفذتها المعارضة بـ 14 أدار قدرت المعارضة من خلال انتفارة 14 أدار أن تفرض من انسحاب الجيش السوري من لبنان لكن المعارضة بـ 14 أدار غير المعارضة اليوم لا أترف المعارضة يلي كانت بـ 14 أدار وأسيسي 14 أدار بس نفس المعارضة بعده زيته تقريبا اللي عارضين حرب حزب الله بجنوب اليوم هن زيتهم تقريبا المكونات 14 أدار من ظهر منهم في ناس تخدم موقع فاليد جنبلات مثلا الحزب التقدم والإشتراكي لم يقطي الحرب على قطاع غزة ولم يؤيد أن يدخل حزب الله هذه الحرب ولا يزال يرفض أن يدخل حزب الله لبنان في مثل هذه الحرب هذا موقف يعبر عنه الحزب التقدم والإشتراكي فاليد جنبلات ولكنه لا يترجم بعد على المستوى الداخلي لأنه ليس يعني المعارضين إذا بديك لم يتطفقوا بعد على أن تكون هناك جبهة معارضة واحدة هناك معارضون من دون جبهة ماذا عن رئاسة الجمهورية؟ لأننا صارنا 18 شهر على الفراغ الرئاسة بلبنان وما في حال حالي على ما يبدو بهذا الملف كان في بيانة الخمسية من أسبوع تقريبا ووضعت النقاط على الحروف وقالت أنه يجب انتخاب رئيس الجمهورية كحد أقصى في نهاية أيار اليوم وين وصلين بالملف الرئاسة؟ هل اليوم الملف الرئاسة فعلا مرتبط بانتهاء الحرب في غزة وفي جنوب لبنان؟ واضح أنه مرتبط بتطورات الحرب في إطار غزة لأنه حزب الله رابط هذا الموضوع حزب الله بيقول أنه هناك فصل بين الموضوعين ولكن بذات الوقت لم يتخلى عن ترشيح مرشحي حنتمسك بإسليمان فرانجيه كمرشح وحيد كان يريد أن يفصل بين الموضوعين ويسهل عملية انتخاب الرئيس يجب أن يذهب إلى التجاه الذي ذهبت إليه اللجنة الخمسية أو الذي طراحه الموفد الفرنسي الحزب يفرض إقاعه على مستوى الانتخابات الرئاسية في الداخل ويفرض إقاعه على مستوى الجفافي في جنوب لبنان ولا يمكن الفصل بين المسألتين والتحرك اللي عملوا اللجنة الخمسية من خلال الجولات اللي عملوها من خلال اللقاء الأخير بالسفارة الأمريكية لا يزال تحت صقف تحديد موعد لانتخاب الرئيس صحيح حكى عن مهل ولكن مهل ليست مهل ثابت أو مهل مرتبطة بإنجاز سريع لا يزال يتزال اللجنة الخمسية تتحدث عن مواصفات الرئيس مواصفات الرئيس تحددت في مؤتمر الذي عقده أو في اللقاء الذي عقده في الدوحة قبل السيني لا نزال نبحث عن مواصفات الرئيس كأننا نبحث عن مواصفات جنس الملائكة يعني الرئيس شو لازم يكون وشو قبل ما نحدد مواصفات ما فينا نحدد الاسم البعض اعتبر انه في حال لم ينتخب الرئيس في نهاية قيارة أو في أوائل حزايران ستنتهي الجهود الدولية متنتهي الجهود حسين إذا قبل حزب الله ما عنده حدود يعني قبل انتخاب العماد مش العون بقية الرئيسي فارغة ستين ونص يقدر حزب الله فرد الفراغ الرئاسي سنتين ونص حسين ونص حتى وعيد انتخاب العماد مش العون يعني عنده قدره انه يرجع يفرض الفراغ الرئاسي وقت أطول يمكن حتى من سنتين ونص بعد عم بحكي ممكن مجلس ٢٢٢ ما ينتخب رئيس جمهورية ينذهب إلى ٢٢٦ ونجيب مجلس جديد مثلاً من اليوم عمد قليل انه المعارق في الانتخابات الرئاسية هو حزب الله كل الوضع بعريل بس المعارق الأساسي اللي هو الطرف الذي يمون عليه حزب الله او الذي يديره حزب الله تصار فيه اللجنة الخماسية او الوساطة الفرنسية كانت عم تحكي عنه الذهب إلى خيار ٣ بدل السماء فرنجي وبدل جهاد أزعور مثلاً انه من روح على خيار ٣ كان مطروح على عمال جوزيف حونت او يطرحون الجميع جوزيف حونت كخيار ٣ ولكن لم تنتقل المسألة إلى هذه المرحلة لانه الصناء الشيعي وحزب الله بعضهم متمسكين بترشيح السماء فرنجيه لا يمكن ان يغامروا بانتخاب رئيس الجمهورية لا يمنون عليه ١٪ وبالتالي قصة الرئيسي لا تزال تنتظر تطور كبير اذا مرتبط بإطاع غزة او بالحرب الدائرة في الجنوب لا يمكن ان يكون اي تطور يجب ان يكون هناك تطور يستطيع ان يكسر هذه الحلقة التي تدور ضمنها معركة رئيس الجمهورية اليوم بحقل فرناء الشيعي ان يكون عندهم مرشح ويضلهم فتين عليهم لا احد عن بيقول ما بيقولهم حتى بالطرحات اللي عن تنعمل انه اذا بدنا نتفق على مرشح تالي في المسألة تتعلق بعقد جلسات انتخاب متتالية دورات متتالية لرئيس الجمهورية حتى لو لم يتخلت صناء الشيعي عن مرشحة اسلامية فرنجيه ولكن السناء الشيعي لا يمكن ان يذهب الى جلسات انتخاب بدورات متتالية اذا لم يكن متأكدا انه يستطيع ان يوصل مرشحة اسلامية فرنجيه او ان يمنع وصول اي مرشح اخر لا يستطيع ان يغامر لمثل هذا الامر جلسة اربعة عشر هزائران سنة المالية لما كانت بين اسلامية فرنجيه تقريبا وجهاد ازعور طيروا الجلسة من اول دورة لم يكن هناك دورة اخرى لانه كنوا اعرفين او كنوا خفين في حال انه صار في دورة اخرى واستمرت الجلسة منعقدة بأكثرية 65 يعني صاب 65 بالدورة اخرى كانوا يمكن ان يتأمر 65 صوت لجهاد ازعور وبالتالي لم يدخلوا في هذه المغامرة ولا يزالون يحاضرون الدخول في مثل هذه المغامرة وبالتالي موضوع انت خبقت رئيس يابا مؤجل هلأ اكتر عم ربطو هلأ رئيس في حزائران مثل ما البعض عم بيقول هلأ رئيس في حزائران قبل ان تدخل الانتخابات الأمريكية في المرحلة الحسمية يحدث في السباق النهائي بين المرشحين دونالد ترامب و جو بايدن بذات الوضع يتحدث عن اللقاء في النورماندي سيحدث بين الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي مانييل ماكرون ثم يعتبر ان هذا اللقاء في نورماندي بذكرى نزول انزال نورماندي والتطور الكبير الذي حدث بالحرب العالمية التانية وتحرير فرنسا ممكن أن يكون صورة معدلة عن اللقاء الذي حصل بين الرئيس الأمريكي جورج بوش والرئيس الفرنسي جاك شيراك في 2004 قبل بحزاران 2004 قبل صدور القرار 1059 لكن هل ربط بين الموضوعين في محله وهل يمكن أن يكون لقاء ماكرون مع جو بايدن مشابه للقاء بوش مع جاك شيراك شو رأيك ماذا تعتقد؟ أعتقد أنه مرحلتين مختلفتين ليس جو بايدن هو جورج بوش ولا ماكرون هو جاك شيراك مع أنه في التطورات الكبيرة اللي عم تصير بالمنطقة بعد عملية 27 وبعد شبه 27 لعملية 11 أيلوني لقاء نورماندي صار بعد 11 أيلون التطورات كبيرة صارت بعد 11 أيلون مثلا احتلال العراق احتلال أفغانستان وصول الجيش الأمريكي إلى الحدود السورية في فرد انسحاب الجيش السوري من لبنان في 1559 أجل يطالب بنزع سلاح حزب الله بنزع خروج الجيش السوري وبانتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم لقاء نورماندي جديد هل يمكن أن يضمن استكمال تنفيذ القرار 1559 وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومنع تعطيل انتخابات الرئاسة وبالتالي هل يمكن أن يضغط على إيران كما ضغط المجتمع الدولي على سوريا ولوقف الحرب في لبنان ولوقف تسليح حزب الله ولوقف استراتيجية وحدة الساحات كذا بعيد عن الواقع هل يمكن أن يحصل بالتالي أقول لك أنه ليس ممكن التواقعات ليست بهذا الحجم حتى نقول أنه اللقاء اللي رح يصير بالنورماندي رح يكون مكمل للقاء اللي سار بالألفين واربعة ويكمل تنفيذ القرار 1559 قبل أن ننهي أريد أن أتحدث سريعاً عن ملف المضوح الصوري في لبنان يعني الجميع يعلم أن هذا الملف يشكل عبق على لبنان من ناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى الأمنية لإرائي فدوانة وصلن بهذا الملف في حال موثول من الحال وهل بتصوف أن الاجراءات الأمنية اللي عم بصير على الطرقات هو الحل؟ الإجراءات الأمنية اللي عم بصير على الطرقات أكيد هي لكي استitudине لأنه لا تتعلق بالموضوع النازحيين في إجراءات الثانية جميع موضوع النازحيين اللي عم بقوم فيها الأمن العام أو الأمن الدولي تتعلق بمخيمات08 النازحيين غير الشرعية أو النازحيين غير الشرعيين والتي تكمل عمل البلديات إذا لم يكن هناك عمل في البلديات للقيام بمثل هذه الأعمال الأجهزة الأمنية وحدها لا تستطيع أن تقوم بهذه الأعمال الدولة لا تستطيع أن تقدم حلا شاملا لموضوع النازحين الموضوع أزمة النزوح تراكمت منذ 11 عام لا يمكن أن تم حلها في 11 يوم أو حتى في 11 شهر ولا يمكن أن ننتظر 11 حاما حتى نحلها أيضا في المؤتمر اللي رح يصير للدول للنازحين ببروكسل اللي هو منه مؤتمر متعلق بالنازحين فقط صار فيه تكتير حكي عنه بعد لقاء الرئيس نجيب ميقاتي مع الرئيس الأبرسي ومع مقودة بالاتحاد الأوروبي والحديث عن هبة أو عن تقلمة المليار يورو للبنان على مدى أربع سنين المؤتمر بروكسل يتحدث أو هو عنوان المؤتمر مؤتمر دعم مستقبل سوريا ودول الجوار يعني ممكن أن يتحدث أن يتعاطى بموضوع النزوح وتجنب الأثار الجانبية للنازحين في المجتمعات التي نزحوا إليها وممكن أن يتطرق أيضا إلى الحل السياسي في سوريا وفي دول المنطقة يعني مشان هيك تعليق الوضع في سوريا من دون حل وبإبقاء نظام السوري تحت الرقابة الدولية وتحت العقوبات الدولية وتحت تأثيرات قانون قيصر مرتبط بالحل النهائي في سوريا القرار المجلس الأمن المتعلق بسوريا 2-2-5-4 لصدر سنة 2016 يتحدث عن حل سياسي للسوريا النظام السوري لا يريد هذا الحل النظام السوري الذي ساهم في إخراج عدد كبير من السوريين من سوريا ويرفض إعادتهم كيف يمكن أن يفرض عليها المجتمع الدولي إعادت هؤلاء وكيف يمكن أن تفرض الحكومة اللبنانية إعادتهم حتى لو كانت لديها الرغبة بذلك حتى اليوم لما عم ينحكى عن إقامة مخيمات للنازحين على الحدود السورية أو داخل سوريا وإيصال المساعدات إليهم داخل سوريا أنه بيرجعوا على سوريا لأنه بسوريا لم يعد هناك مناطق حرب وبسوريا صار فيه هناك مناطق أمنة تابعة للنظام ومناطق أمنة تابعة للمعارضة إن هاي المخيمات الآمنة يجب أن تحذب برعاية دولية يعني هادي بدأ قرار دولي إنه بدأ مين يحفظ أمنة بسوريا مثلا كيف بيحفظوا كيف بيعمل مخيمات مين بيجيبهم كيف بيبنوهم مين بيأمنوا عودتهم للسوريين لهونيك مين بيدبن وجودهم أو بقاءوا عندهم من هذه المخيمات من شي اللي تقدر تعمل الدولة اليوم الحد من مخاطر هذا النظوح ممكن ينعمل ضغط على الغير الشرعيين من خلال البلديات لإبعادهم على سوريا يرجعوا طوعا لتخفيف أزمة أنه سوفر لتخفيف حدة الإشكالات التي تحصل على أرض بين اللبنانيين وبين السوريين والجرائم التي يرتكبها السوريين إن بعض النظوحين السوريين اليوم هناك تخوف في بعض الجهات متخوفة من إنزلاح حرب داخلية بين اللبنانيين والسوريين اليوم نحن قريبين لهذا السيناريو برأيك هل سعيد فجر الوضع الأمني في لبنان؟ ما في وضع أمني متعلق لحد الآن بالسوريين نحن نحكى مثلا وزير المهجرين الذي تعاطى بموضوع النظوح السوري حكي عن مئات 20 ألف مسلح ممكن أن يتسلح ولكن هل مخيمات لتزال تحت الضبط لم تتحول إلى مخيمات معسكرة كما حصل مع التنظيمات الفلسطينية أو مع المخيمات الفلسطينية لتستطيع هذه المخيمات أن تشكل قوة عسكرية داخل لبنان لكي تقاطل ضد من يعني بدأ تشتبك مع مين بعده لحد دلق الجيش ماجهة على البلدية السورية ما فيه مين بدأ يقول شو مع مين بتحصل إشكالات على الأرض بتعرض فيها بصير فيه مشكل بصير فيه إشكالات بتتدخل قوى العملية بعدها قادرة تلجم أي تدهور على هذا المستوى يعني بعد السلاح يعني حكي عن مصلحين بس لم يصل بعد الأمر إلى مستوى تشكيل فصائل مصلحة يعني ما دعا الأسلحة تركية التي ضبيطت ما لا علاقة بموضوع بالمخيمات الفلسطينية بالمخيمات الفلسطينية معهم السلاح غير أو المسادسات المسادسات التركية معنا مسادسات بتعمل حرب المسادسات تجارية ممكن تستعمل فيه جرائم فردية مش أكتر من هك إذا بدأ أحكي شوي على يلي شفناه من ضبط شاحنة السلاح وقيل كمان إنه عم بتفوت لأورصاص أكبر تاجر في المخيمات الفلسطينية بعتقد ممكن ينضبط هذا الموضوع يعني هي الإنجاز اللي صار بعد الكشف يعني كان لازم يصير الإنجاز الأمني قبل ما ينكشف عن هاي الشاحنات يعني هذا الفلسطيني داي فيه تراخي بالموضوع الأمني بالداخل فلسطينيين بعدوا اللي هلأ بشكل خاطر على اللبنانية؟ فلسطينية يعني بموضوع اللي عم يصير هلأ بجنوبها من خلال مشاركتهم أو مشاركة بعض الفصائل بإطلاق الصواريخ أو بالعمليات ضد إسرائيل عم يرجعوا يعيشوا هذا الهجس خروج السلاح الفلسطيني من المخيمات ولكن موقف الرسمي الفلسطيني أو موقف المسؤولين على المخيمات الفلسطينية منظمة التحرير لا يزال يفصل بين الماضي وبين المحاضر هناك انتزام فلسطيني رسمي وعلني بعدم التدخل في الحياة السياسية والأمنية في لبنان هناك بخصر بين الماضي وبين المحاضر وأعتقد أن السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة تفصل بعد ومش قادرة بعد المؤيبة لحركة حماس تسيطر بشكل كامل على المخيمات الفلسطينية شكرا لقلك في شيء بتحب تضيفه؟ لا أبدأ أشرك لأينا كمان أهلا وسهلا فيك متابعي سبوتشت شكرا لحسن المتابعة وإلى الدقاءة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر